موسيقى حياكم الله مستمرين إذا مشاهدين في هذه الأمسية ومن سجاة فتيات الشارقة ننتقل إلى هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة حيث أطلقت الهيئة أربعة خدمات مبتكرة خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جايتكس للتقنية 2019 ضمن مشاركتها في جناح حكومة الشارقة للحديث أكثر عن هذه الخدمات لأطلقتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جايتكس للتقنية 2019 نص أضيف اليوم الأستاذ أحمد عبيد أحمد الطنيجي مدير إدارة المعايير السياحية بهئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة حياك الله أحمد مستمر خير نساء نور يعطيكم العافية أول شيء في البداية وايد مهم جدا المشاركة في كل معرض في كل محفل ربما في دولة الإمارات وبالذات خارج إمارة الشارقة صحيح خبرني أحمد في البداية شو أهمية مشاركة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في جايتكس 2019 بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بس أبقى أتقدم للشكر لبرنامج أماسي التي تحت الفرصة لأن الاستعراض جميع ما يستحدث في قطاع السياحة حقيقة معرض جايتكس هو منصة عالمية الاستعراض آخر أو أحدث ما توصل لي العلم في التكنولوجيا وتقنية المعلومات يهمنا اليوم نحن كقطاع سياحة وممثلين قطاع السياحة في الإمارة أن نبرز الخدمات التي نقدمها للزوار جميل والمتعاملين نخدم في النهاية قطاعين ليس قطاع واحد أو نوعين من المتعاملين عندنا متعاملين التي هم متعاملين للهيئة وهم زوار الإمارة نعتبرهم متعاملين صحيح أحمد أعتقد كذلك أيضا مهم التواجد في معرض جايتكس يعني مهم في تبادل الخبرات ربما بينما تقدمه هيئة للماتجاري والسياحي في الشارقة وشركات أو جهات مماثلة لها في دول أخرى ممكن يصديفها جايتكس وبالتالي التعرف على أحدث الممارسات يمكن أحدث التقنيات كذلك أيضا في هذا المجال نأخذ منهم ونعطيهم أحمد صحيح طبعا هم يتعلمون مننا يشوفون شو آخر الخدمات اللي قدمناها آخر التطبيقات آخر استخدامنا للعلم الحديث التكنولوجيا والتقنية المعلومات واستخدامنا كيف سلطنا الضوء على الخدمات اللي نقدمها عن طريق استخدامنا للذكاء الاصطناعي جميل وهذا آخر ما توصل إليه العلم وكيف نحن طوعنا في الخدمات اللي نقدمها المستثمرين أو المتعاملين أو الزوار جميل جدا الآن نتحدث فعليا عن المشاركة شاركتوا طبعا ضمن جناح حكومة الشارقة في المعرض خبرني كيفية المشاركة شو الأفكار اللي طلعت قبل المشاركة وتم تطبيقها في جايتكس طبعا نحن نحرص على المشاركة في هذا المعرض نعم معرض عالمي شاركنا مع أو تحت مظلة دائرة الحكومة الإلكترونية في مرات الشارقة نعم معها بالإضافة إلى 33 جهة حكومية شاركت استعرضت من خلال المعرض أحدث التطبيقات اللي تستخدمها في سواء داخلية كانت أو في خدمة عملاءها حلو أيضا من خلال المنصة هذه نحن استعرضنا أو أطرحنا المبادرات أو الخدمات اللي تمت من خلال الهيئة تم تجشينها نعم ربما من خلال الهيئة هذه الخدمات كانت يعني مش عمل يوم أو يومين بالتأكيد نعم كانت باكورة جهود تم العمل عليها لفترة طويلة نعم حتى أنها تطلع بالصورة بأفضل صورة في معرض جايتكس نعم نحن نتكلم طبعا بشكل أساسي أحمد عن أربع مبادرات نعم في معرض جايتكس دعنا نتكلم عن هالأربع مشاريع كل على حدة المشروع الأول يتكلم عن خدمة المحادثة مع المرشد السياحي الإفتراضي بتقنية الذكاء الإصطناعي أعتقد هذا شيء جدا جدا مهم للجذب السياحي في الإمارات نتكلم عن هذا المشروع أحمد أول شيء ما هو البرنامج هذا هو عبارة عن تطبيق دردشة تفاعلية سواء كان نصي أو صوتي كيف يكون أحمد عن طريق الهواتف الذكية؟ هو عن طريق الهواتف الذكية يكون متوفر عن طريق الواتساب وعن طريق الفيسبوك مسنجر وفي تطبيق أصلا موجود اللي هو شارجة AI قايد حلو يعني في أكثر من منصة متوفر عليها هذا البرنامج متوفر عن طريق موقع الهيئة الإلكترونية اللي هو visitcharger.com بإمكان أي شخص أن يوصل للتطبيق هذا عن طريق الموقع أو عن طريق التطبيقات وما هي الخدمات التي يقدمها المشروع؟ طبعا هو مثل ما قلت لك دردشة تفاعلية سواء كانت صوتية أو نصية تعمل كدليل سياحي للمستخدم بإمكانه أن يتواصل مع المرشد هذا اللي يعمل 24 ساعة خلال 24 ساعة بخمس لغات اللي هي عربي وإنجليزي وروسي وألماني وصيني أيضا المميز في هذا التطبيق المميز فيه أن اللغة العربية تدعم اللهجات ليس لهجة وحدة بإمكان الواحد يتكلم بأكثر من لهجة لهجة محلية لهجة محلية أو لهجة أخرى عربية بإمكان أن يفهم التطبيق هذا ويتجاوب معه يعني تطبيق دكي بحيث يفهم حتى المصطلحات اللي ممكن تستخدم فيه وحدة من الدول العربية نعم صحيح ما بشارط أن الواحد مثلا إذا بيكتب رسالة نصية للمرشد ما بشارط أنه يكتبها بالعربية الفصحة ممكن يكتبها بالعامية صحيح وتوصل للمرشد وطبعا بالتأكيد بيتم الرد عليه باللغة العربية باللغة العربية أيضا البرنامج اللغة العربية فيه بالتشكيل يعني صحيح أنها اللغة العربية فصحة الرد سواء الصوتي أو النصي ولكن بالتشكيل يعني أحمد حتى عن طريق الواتساب ممكن أن يكون التواصل صوتي كامل ما بس نصي كل البرنامج لأنا لماذا سألتك عن الواتساب لأن الواتساب أسهل منصة يستخدمونها كل الأعمار يمكن هنا داخل الإمارات أو كذلك أيضا في كل دول العالم أسهل منصة موجودة متوفرة في كل الهواتف متوفرة في كل الهواتف وأغلب الناس تستخدمها وفي ناس يصعب عليه مثلا أنه يكتب رسالة نصية فأسهل لأنه يسجل رسالة صوتية هذه الخدمة أتوقع هي الآن موجودة هذه الخدمة متوفرة وبالأمكان استخدامها استخدامها عن طريق الواتساب كيف أحمد إذا حد مثلا نقدر ندخلها عن طريق موقع الالكتروني للهيئة عن طريق الموقع سيكون الرقم موجود رقم التواصل على الواتساب نعم صحيح والمنصات الثانية عفوا اللي هو في أبل ستور موجود في أبليكيشن أو تطبيق نعم تطبيق موجود اللي هو شارجة AI SHJIA عفوا AI Guide AI Guide إليت بس لو سمحتوا تنزلونا على الشاشة اسم التطبيق الإلكتروني هذا التطبيق طبعا بإمكانكم أيضا تستخدمونا وموجود في كل المعلومات وكذلك أيضا بإمكانكم التواصل مع المرشد السياحي الافتراضي عن طريق هذا التطبيق وأتوقع أحمد التطبيق فيه وائد أمور ممكن يستفيدون منها طبعا هو الهدف منه أو المستهدفين الفئة المستهدفة منه هم الزوار زوار الإمارة اليوم الواحد يبغي ينظم رحلته ينظم أموره يتعرف على الوجهات السياحية التطبيق اليوم يخدمنا في التعرف على هذه الوجهات بطريقة مبتكرة بالطريقة الحديثة التي اليوم الناس ترغف فيها وتحسنها سهلة بالنسبة لهم من خلال هذا أيضا التطبيق البرنامج بنفسه ينظم رحلة بإمكان الزائر أن ينظم رحلتها كاملة عن طريق صحيح تفتح اللابتوب أو جهاز الكمبيوتر تدخل على المواقع تصفحها طبعا يكون أسهل عن طريق الكمبيوتر فأسهل لهم أن يكون موجود عندهم التطبيق الإلكتروني أو الابليكيشن وعن طريقة يعني يستخدمون الخدمات التي يبونها صحيح ننتقل للمشروع الثاني الآن المشروع الثاني هو نظام إصدار التراخيص الإلكتروني الذكي ممكن نتساءلون المشاهدين أي تراخيص تقصدون طبعا نحن كهيئة الماتداري السياحي مسؤولين عن المنشآت السياحية في الإمارة وهذا النظام مخصص لهم طبعا نحن عندنا مثل ما بديت في بداية الحلقة قلت أن نحن عندنا نوعين من المتعاملين اللي هم الزوار وعندنا أيضا المتعاملين اللي هو كقطاع سياحي اللي هو يشمل المنشآت الفندقية والشركات السياحية المرشدين السياحيين أيضا كلهم يندرجون تحت مسؤولية هيئة الماتداري السياحي النظام هذا بهدف تسهيل التعامل مع المرشد السياحي نشوف هني ممكن النظام أحمد لوش هذا النظام نعم صحيح النظام طبعا هو عبارة عن تسجيل في الموقع للمنشآت هذه المنشآت السياحية يتيح لهم تقديم جميع الطلبات أو الخدمات اللي يرغبون فيها ومتابعتها والدفع الإلكتروني المباشر أيضا يتيح لهم استلام جميع الإشعارات من الهيئة هو عبارة عن حساب تنشئه المنشآت السياحية ويبتدي خلاص يكون التواصل مباشر مع الإلكتروني يكون التواصل عن طريق الحساب اللي يوجود على الموقع نعم جميل جدا هذا بسهل وايد أمور بالنسبة للمنشآت السياحية السياحية نعم النظام أيضا ليش قلنا نحن أنه ذكي أيضا فيه ربط إلكتروني مع الجهات اللي هي المعنية اليوم نحن نصدر موافقات نوجهها لدائرة التنمية الاقتصادية على سبيل المثال بلدية الشارقة اللي هي إنشاء منشأة فندقية أو إصدار تصنيف جديد يعني فيه خدمات تقريبا أكثر من 25 خدمة يقدمها الموقع وتكون مربوطة فنحن سهلنا على العميل اللي هي رحلة العميل بدلا له يدور بين الجهات الحكومية اليوم هو من خلال هذه الشاشة بإمكانه أن يقدم الخدمة ويحصل عليها في وقت زمني قياسي أيضا النظام هذا فيه خاصية اللي هو قسم خاص بالتفتيش وقسم التفتيش هو قسم متابعة المنشآت الفندقية بإمكانه أن يطلع على التقارير الخاصة في متابعتها بإمكانه يجدول التحسينات في المنشآت الفندقية يعني يطلع على المواصفات والمعايير أحدث المواصفات التي تم إدراجها في النظام بإمكانه يطلع عليها جميل جدا يعني كل المعلومات المطلوبة هي موجودة موجودة صحيح المشروع الثالث أحمد هو نظام الإحصاء الفندقي التفاعلي ما هو هذا النظام؟ طبعا اليوم نحن كمنشآت فندقية أو عندنا المنشآت الفندقية نحتاج منها بيانات ومعلومات وأرقام تساعدنا كقطاع حكومي في اتخاذ اللازم للمستقبل أو نعرف الوضع الحالي النظام الإحصاء واسمه تفاعلي لأنه مباشر بإمكاننا نحن نطلع على إحصائيات المنشآت الفندقية بشكل مباشر يوم بيوم نحن ناخذ الأرقام والإحصائيات من المنشآت الفندقية أيضا النظام هذا سهل لإستخدام للمنشآت هذه يتيح لها أيضا طلب بعض الخدمات إذا هم كمنشآت فندقية وإدارات يرتقون أنهم يبغون بعض المعلومات الإحصائية عن الإمارة ككل بإمكانهم أن يقدمون الطلب ما هي المعلومات الإحصائية أحمد؟ بس لن نعطي لنساعد المشاهد طبعا المعلومات الإحصائية نحن نبغي نعرف عدد الغرف الفندقية اليوم في إمارة الشارع في الإمارة بشكل كامل كامل مربوط بشكل كامل اليوم عندنا التسجيل 100% للمنشآت الفندقية نبغي نعرف عدد النزلاء في موسم معين في موسم معين نبغي نعرف نسبة الأشغال في المنشآت الفندقية في وقت معين فهذه كل البيانات نحن نحتاجها ندرس الوضع الموضوع فتكون المنشآت الفندقية شريك طبعا المنشآت الفندقية اليوم صارت شريك فعلا للقطاع السياحي لأنها بدورها تدعم القطاع السياحي نعم ولذلك لها دور كبير في مسألة الإحصاء أو نظام الإحصاء الفندقي التفاعلي المشروع الرابع والأخير هو النظام الذكي لمنح الشركات السياحية تصاريح للمركبات الصحراوية دعنا نوضح هذا المشروع نوضح نقطة المركبات الصحراوية بشكل محدد طيب المركبات السياحية التي نقصدها نحن وتم تحديدها هي مركبات الصحراوية المركبات التي تزاول النشاط نشاط الرحلات الصحراوية اللي يأخذون السياح وتقومون بجولات داخل المناطق البرية يعني نحن نتكلم عن مناطق هي رملية فهو هذا تعريفها كمركبات سياحية النظام يخدم الشركات هذه الشركات السياحية من كافة الإمارات ليس مختصة بإمارات الشارقة أي شركة سياحية بإمكانها أن تفتح لها أيضا إحساب من خلال هذه الحساب تقدر تقدم على التصاريح للمركبات السياحية من درجة تحت نعم نشوفها على الشاشة الآن مثل ما تشوفين هنا هذا النظام بإمكان الشركة متابعة إحسابها تقديم الطلبات ومتابعة الطلبات الموجودة متابعة التصاريح والسريان أو المفعول أو الفعالياتها أيضا بإمكانها يتابع أمورها المالية إذا أمور الدفع سواء للرسوم أو المخالفات بإمكانها يتم العملية من خلال الموقع ويستلم التصريح أو التصريح المركبة عن طريق وهو في مكتبة بدون ما يراجع جميل جدا كل هذه التقنيات الحديثة أعتقد أنها ذات أهمية كبيرة في تنمية القطاع السياحي إن شاء الله في الإمارة كل شكر لك ساد أحمد عبيد أحمد الطنيجي مدير إدارة المعايير السياحية بهيئة الإنماء التجاري والسياح يعطيكم العافية شكرا لك شكرا لكم متواصلين إياكم مشاهدين